كخبير مصرفي هل تعتبر القطاع المصرفي اليوم هو قطاع مفلس قطاع زومبي أو قطاع يفتقد إلى السيولة ولكنه يمتلك الملائة صدا الخلاف اللي عم بيصير أو السوق الفاهم اللي عم بيصير بالإفلاس بمجرد أنه أنت تطلب أموالك المستحقة لك بتاريخ الاستحقاء والمدين منه بوارد يدفع لكيها لأي سبب من الأسباب أو غير قادر هو إفلاس بحد ذاته يمكن الكلمة صعبة ومننا حبين نستوعبها أو نعممها بلبنان لأنه تدعيتها خطرة بس كواقع الأمر نحن بوضع إفلاس إن كان على مستوى القطاع المصرفي ولا إن كان على مستوى الدولة اللبنانية نحن مفلسين لأنه منا نستطيع أن نسكر إلتزامتنا هذا هو النص الواضح للإفلاس قانونا ومحاسبتيا قانونا ومحاسبتيا فيه إجيال لك أنا القطاع المصرفي عنده ملائقة طيب أولا شو هي الملائقة أداهي من الخمنة من عمل تقييم إلى ما حدا نادر أساسا يبدأ بهالمرحلة كل اللي صار أنه فيه عندنا اليوم مبالغ ضخمة مستحقة للأصحاب الودائع منك قدر تسكرها بالطريقة المنيسة بإلون وبالطالة مفلس نقطع السطر طيب حينما تدعي المصارف أولا ببيانات جمعية المصارف أنها تمتلك الودائع ولكنها لا تمتلك السيولة بمجرد بأنه هي قامت باستثمارات أو الجزء الأكبر من الفجوة أو ما يصل على تسميته الفجوة موجود في المصرف المركزي في شئان من كيفية التقييم التقييم الأول هو أنه أنا أمتلك أموال ولكن لا يمكن الاستحصال عليها في الوقت الراهن وموجودة عند المصرف المركزي ويقدر حجمها ب86 مليار دولار لما تصر على هذه المقاربة أنه أنا الأموال موجودة إنما لم تدفع ليه بعد وهناك من يتحمل المسؤولية كيف يتم الجواب على هذا المكشي؟ عم يحكم من وجهة نظر محاسبية أنا محاسبياً بالدفاتري المحاسبية عندي وداية مثل ما عندي وداية اللي هي بتشكل التزامات على المصرف عندي بالنهية توظيفاتي مع مصرف لبنان اللي هي بتشكل الأصول لصالح المصرف وبالتالي ما حداً عم يجرب يضوي على الحقيقة أنه هالأموال لم تعد موجودة وبالتالي محاسبياً عم ظلي متمسك فيها الطارح كجمية مصارف لحتى أبرر أنه مني أنا المسؤول عن هالمصاري هايدي اللي ضاعت هذا رأيون هني عم يستندوا أنه أنا أكبر مودع المودع الأول في لبنان هو قطاع المصرف اللي هو أوضع مصرياته لدى مصرف لبنان وبالتالي أنا كمودع كمان خسرت فعم يجربوا يفوتوا بين هالمدخل أنه اللي هو تبرير لأي المصاري راحت هذا حكي مردود عليه لأنه ما بدنا نحكي بمحاسبياً نحن شو وضعناه ما بدنا نحكي بالواقع بواقع الأمر ما في مصاري طيب هناك من يعتبر أوشي ممكن يكون في عنا مقاطع يبدو في وزير الخارجية رح يكون باستقبال اللبنانيين الواصلين من السودان ولكن بعدها قليل هناك من يعتبر بأنه أوشي في مطالبات يعني متكررة من قبل المصرف بلشت مع بداية الأزمة بأنه نحن يا جماعة بالإضافة إلى التوظيفات اللي عاملين بيئة المصرف المركزي في عنا ما يصطلح على تسميته أو مصطلح على تسميته بالتوظيفات الألزامية اللي ببداية الأزمة قدرت بحوالي 33 مليار دولار هلأ صارت تحت العشرة صارت تحت العشرة مليار المطالبة متكررة حتى اللحظة بأنه لنرد جزء من مصريات المودعين هولت 9 مليار اللي ما بعرف إذا عن جد هنا 9 مليار حقيقيات 9 ونص حسب آخر تصريح حسب آخر تصريح طبعا وعرف إذا صار في إلبح قالنا نشكك بكل الأرقام المدلة بها من قبل المصرف المركزي ولكن في إصرار مستمر أنه هولت 9 مليار هول مش للمصرف المركزي على رغم من إدعاءة الحاكم هو لمصريات المودعين ومصريات المصارف وبالتالي يجب استردادها لضفع ما تبقى من حقوق لهؤلاء المودعين في بلد بالعالم ممكن يعني يلجأ على تشليح كل ما يمتلك المصرف المركزي من آخر رصاصة مثل ما يطلق عليها لإعطاء المصارف ولو المطالبة في وجهة نظر فيها من وجهة نظر من ميلة معينة هذه المصريات اللي عم يطالب فيها اللي هي الاحتياطة الإلزامية هي مش ميل المصارف هي تعودة المودعين أنا إذا بملك وديعة مئة دولار إلي مني خمسة عشر دولار موجودة بمصرف لبنان هيدا حقي إذا كتحكي بالمنطق كتحكي بالمنطق أنه أنا بدي شلح مصرف لبنان ما تبقى منها الأموال اللي هي تسعة فاصل خمسة مليار دولار تقريبا واسحب من إيده آخر أداة من أدوات التدخل بالسوق كون كمان عبعرض حتى المودع اللي بده ياخد خمسة عشر مليار دولار هون في معضلي معضلي أخلاقية هل أنا صاحب الحق بهالخمسة عشر بالمية أنا وقتل حطيت وديعتي بالبنك كان هالقرار طالع كان فيه شيء اسمه احتياطي إلزامي بغض النظر هيدا القرار يعود لمصرف لبنان آآ بزيادته أو بتخفيده أنا لحظة اللي فتحت هالوديعة أنا كانت بعرف أنه فيه خمسة عشر بالمية من مصرياتي عمتل حط كريزيرف لمصرف لبنان هيدا الابليجاتري ريزيرف الاحتياطي الإلزامي هيدا بشكل ضماني إلي كمودع وبالتالي الوقت اللي بيصير فيه أي تعثر بإسترداد أموالي إضافة للمبالغ اللي بتضمنها الدولة أنا هالخمسة عشر بالمية لازم إستردها إلي هيدا وجهة وجهة الوجهة الثانية طيب شلنا من المصريات من مصرف لبنان وتركنا سوء الخطأ فلتان وسائل الحماية أو الأدوات اللي بيستخدمها الأدوات النقدية العادة عما تستخدمها المصرف المركزية اليوم مصرف لبنان فقدها صار عم يستخدم إسلوب واحد بكب السوق دولار برجع بشلح من السوق دولار بجفف ليرة برجع بغير الوضع لحتى يعمل عملية صدمة مش أكتر من هيك وبالتالي حتى هايدي منكون صحبناها منه هوني فيه معضلة ترجمة نانسي قنقر